موسيقى موسيقى أهلا وسهلا في المرة الثانية في هذا الدرس سنبدأ نتعلم موسيقى موسيقى نضيف موسيقى موسيقى نتعلم الموسيقى موسيقى نتعلم موسيقى موسيقى قبل أن أغيره أريد أن أعطيك ملاحظة نلاحظه ببوليان إذا قامت بضرب موسيقى لكن إذا أخذت موسيقى سأخذ موسيقى أصبح قيمتين نضغط موسيقى لنشغلها نسحبها إلى بره أصبح جدول قيمة لا أستطيع أن أضيفها قيمة الأولى القيمة الأولى هو الوصول وقيمة الأولى القيمة الأولى قيمة الوصول قيمة الوصول ممتاز دعنا أن نعتبر الطريق الموسيقى يوجد أسلحة للعب لنضيف موسيقى كم سيف حامل اللعب؟ دعنا نقول إنه مع اللعب فيه سيفين ممتاز دعنا نضيف كمان نقول إنه عنده بو نقول معه واحد ونقول إنه قوس ونقول إنه محامل كمان شيلد درق معه واحد الآن نلاحظ في الجهة اليسار هاي عندنا احنا يشغلنا الكيز وعنا هون الفاليوز طيب دعنا نستغل هاي شوي بس نجيب الماب الماب نعمل هقت بدي أشوف أنا الآن إيش بقدر أستخرج معلومات من جوه هاي يعني خلني نقول إكسل جدول يعني المعلومات اللي عندنا هون خلني أسحب هون لو أنا قلت الآن بقدر طبعا أفتح من هاي الجهة واشوف في الماب بلاحظ هاي الأشياء اللي أنا بقدر أستخدمها فأنا لو كتبت Add بقدر أضيف على المصفتيها طبعا كلمة Add هون لا تعني لو أنا جبت كلمة Sword وحطيتها أنا هون وحطيت قيمة واحد لما باجي بدأ أضيف لو الاسم موجود ما رح تصير هاي ثلاثة ما رح تسوي اتنين زاد واحد رح يمسح الصف كله ويرجع يحط صف جديد لإضافة تغيير الرقم هاد رح نسوي إيش جديد هسا نتعلمه لكن كلمة Add معاناته بديو اضيف صف تحت اضيف element يعني بسير واحد دان جديد هون فبسير كل مرة يضيف ممتاز طيب الآن هاي بالنسبة ل Add لدينا ايش كمان لدينا فايند فايند ايش الفايند الفايند هاي إذا توفرت يعني لو اخت أنا بو وحطيتها هون إذا كانت بو موجودة في المقائمة هون بيطلع لك من هون الرتين فاليو ترو بيطلع لك ترو وإذا بيطلع لك انتجر الكي تبعه اللي هو موجود هون ممتاز جدا 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 طيب غير فايند على اليسار هون value الكيف اليسار واليمين هي value طيب الآن الكيز بدي كل الكيز الموجود جوه فأنا الآن بستخرجها طيب أنا بدي values القيم القيم الموجود على اليمين ممتاز جدا جدا بديها كلياتها طيب ايش عندنا كمان خلنا نقول clear بدي يمسح كل القيم الموجود جوه طيب ايش بدي كمان خلنا نقول contain contains لو هاذ الاشي موجود لو القيمة اللي أنا موجودة خلنا نقول الآن الشيلد مثلا مرة هاي لو كان الشيلد موجود جوه هاي فهتعطيني true ممتاز جدا 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 طيب الآن شفنا الأشياء طبعا ممكن كمان تقول انت remove كعان امسح شيء معين موجود key معين ممتاز هيك نكون نحن خلصنا كل هادول خلنا نرتبهم شوي قرامت left ممتاز جدا جدا طيب الآن خليني اجي انا بدي اعمل تجربة على القيم هاي بدي استخرجها وانا بدي اسوي event begin play event begin play تمام خليني نحكي بدي نختار خليني نجيب الاد نعطي add طيب انا الان بدي اطبع قيمة جديدة لا الصورت طيب منحط الصورت هون طب انا الان بدي اغيرها لا بدي اسوي اضافة اضيف قيمة يعني لقم 2 تصير ثلاثة او اربعة او خمسة بس ما رح اكتب هنا هون 3 اربعة خمسة رح اكتب مثلا ثلاثة خلق قيمة تصير خمسة كيف بدي اعمل هاي حركة اول اشي انا لو عملت الحركة بالشكل الحالي انت شايفه رح تمسح الاتنة و تصير ثلاثة لكن علشان اغيرها بسحب من map string باكتب find بدي الاقي الصورت ممتاز بعدين بدي اعمل رياضيات operation هلو add operators هون add بعد ما سويت add باجي اوصل هون وبقول ثلاثة الان الصورت قيمته اثنين في عنا السيفان بنا نضيف ثلاثة سيوف فانا سويت operator هلو واطفت على الاد لو انا عملت print string الان وانا اقوم بعملت ممتاز انا قبلت سرحبه هلو خلي بسن مجيب القيمةة get بدأي اطبالي انا كمان من هون find نعم find sword طلع لك كلمة sword ممتازا ما اقوم بعملت انا اجبت المائن map string قلت طلع لصورت ثم أعطينا القيمة الـ value الموجودة هو الـ key اللي هو الـ sword واطبعها دعنا نقوم بعمل القيمة يجب أن تكون خمسة بعد ما أضفنا ثلاثة لاهر طبعي الآن أنا خمسة ممتاز جدا 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 أنا هذا الآن احنا تعلمت الآن كيف استخدمت الـ ad وضفت عليه قيمة طيب أنا كمان بدي أسوي شغلة ثانية تعلمنا هناك هذا الحكي طيب أنا كيف لو بدي أطبع القيم الموجودة جوه الـ map string هاي الملف هاي كيف اطبع القيم الموجودة جوه الـ دعنا نمسح هناك كل هدول طيب دعنا نرى ممكن أنا بدي الـ keys دعنا نأكل الـ keys بوصل عليها دعنا هاي الى هون لو أنا اجيت سحبت من هاي لاحظ أنا كنت هون ماب الآن أنا هون الـ array تتذكروا في الدرس الماضي شو تعلمنا for each loop ممتاز for each loop طيب بدي اوصل كمان هاي وصل هاي هون خلينا نشوف الـ for each loop كان تطبع كل القيم الموجودة compile save خلينا نشغل لها طبع shield post sword perfect ممتاز طيب الآن لو أنا مساحت الـ keys تعلمنا عن الـ keys طيب بدي أستخدم أنا الآن الـ values دعنا أجيب هاي وبتوب values ممتاز ممتاز وصلت أنا هاي هون الآن أنا هاي ما هتشتغل على هاي نمسح من هون الـ values نقوم كمان مرة for each loop اوصل هاي هون وصل هاي هون وصل هاي هون وصل هاي هون وصل أنا هاي هون طيب ممتاز دعنا نضغط compile save الآن نصرنا إيش الكود اللي كتبنا لما تبدأ اللعبة بديك تتقل على map string وتتعب الـ values اللي فيها وتطبع ليها كل القيم تطلحها بالـ array وتطبعها على الشاشة compile save نشغل نشوف الأرقام 2 1 1 ممتاز جدا 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 الآن اللي عرفنا أنه الماب بيحتوي على جدول قيم مختلفة دائما قيمتين وما بيقبل نفس القيمة قلنا ما بيقبل القيمة متكررة يعني لو أنا جيت وحطت له sword هون لاحظ ما وافق ما بيوافق على الـ duplication على التكرار دائما قيمة واحدة باسم واحد وحطت لو حطتها small letter ما رح يقبلها لاحظ حطت الأول حرف الأول small ما رح يقبل فهذا هو الماب وهيكا المستعامل معاه طبعا في كتير أشياء الخيالك هو اللي بوسعها يعني فأنت ممكن تستخدم هذا بأي طريقة بتعجبك ممتاز جدا 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 يعطيكم العافية هكذا خلص هذا الدرس الله في أمان الله بشارك درسي بعد ومع السلامة موسيقى 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 موسيقى